مرة الأولى خلال عامين التي يوافق فيها مجلس الأمن الدولي على بيان سياسي حول سوريا في إجماع وصفه مساعد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة أليكسي لامك بالتاريخي بيان قضى بإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تؤدي إلى انتقال سياسي يلب تطلعات المشروع للشعب السوري النقطة الأبرز في البيان الذي صاغته فرنسا من 16 بندا هي التالية إقامة هيئة حاكمة انتقالية جامعة لديها صلاحيات تنفيذية كافة يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية البيان الذي لم يأتي على ذكر الرئيس الأسد صراحة وأبقى مصيره مبهما في المرحلة المقبلة تحفظ مندوب فنزويلا على بعض بنوده معتبرا أن دعم مجلس الأمن لخطة تنتهك حق سوريا في تحديد مصيرها يشكل سابقة خطيرة جدا البيان الدولي الذي أخذ بالاعتبار رؤية قدمها الشهر الماضي حول سوريا المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا يلحظ تشكيل أربعة فرق عمل لبحث المسائل التالية السلام والحماية مكافحة الإرهاب القضايا السياسية والقانونية وإعادة الأعمار مبادرة السلام هذه يفترض أن تنطلق في أيلول المقبل